لم تنفع معه الكمامات والقفازات الطبية والأقنعة الواقية ومحاليل التعقيم التي يستخدمها الأطباء ومن معهم من الكوادر الطبية تحاشيا من الإصابة به وهم يتنقلون بين المصابين لإنقاذهم فتسلل عبر كل ذلك إلى رئاتهم وهم على ما هم عليه من المعرفة بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه أطباء وممرضون في مختلف التخصصات ومن كلا الجنسين في عموم البلاد أصيبوا بالوباء رغم كل إجراءات السلامة التي يتبعونها في وقت تتزايد فيه الإصابات بشكل متسارع أمام نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية واصلوانات الأكسجين المخصصة للحالات الحرجة لتأتي كارثة نقص الكوادر الطبية لتدق ناقوس الخطر ولم يعد نعي المتوفين بالوباء يقتصر على المواطنين العاديين فقد نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أطباء وممرضين توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس فاشتد الخوف من حصول نقص حاد في الكوادر الطبية نتيجة تزايد الإصابات بينها نقابة الأطباء العراقيين أعلنت ارتفاع أعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 750 طبيبا ووفاة 12 آخرين بالوباء حيث شملت الإصابات أطباء متخصصين في طب الأطفال والتخدير والجملة العصبية في مختلف المحافظات مما يعني حدوث نقص حاد في الكوادر الطبية خلال الأسابيع المقبلة وكانت خلية الأزمة الحكومية قد حذرت في وقت سابق من تزايد الإصابات بين الأطباء بالفيروس ما ينذر بدخول البلاد في مرحلة الخطر وهو ما حصل فعلا في ظل استمرار الفشل الحكومي في مواجهة واحتواء تداعيات جائحة كورونا